وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقي 4 مليارات و900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 771 مليار و761 مليون جنيه أما على سعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 72 من المائة في المائة واغلق عند مستوى 11 1982 نقطة أيضا سعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 41 من المائة في المائة وأغلق عند 2300 ونقطة واحدة أيضا امتدت الارتفاعات لـ EGX100 الأوصانة تقن وارتفع بنسبة 39 من المائة في المائة وأغلق عند 3362 نقطة ومن البورسة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي السعر الشراء وصل اليوم إلى 15 جنيه 66 قرش سعر البيع 15 جنيه 75 قرش بالنسبة لليورو سعر الشراء 17 جنيه 66 قرش وسعر البيع 17 جنيه 78 قرش لاصل الجنيه الاستريني سعر الشراء 21 جنيه 11 قرش سعر البيع 21 جنيه 25 قرش بالنسبة للعملات العربية مشاهدين نبدأ معكم من الذرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم من 4 جنيهات 26 قرشا وسعر البيع 4 جنيهات 29 قرشا وبالنسبة للريال السعودي 4 جنيهات 16 قرشا وسعر البيع 4 جنيهات 19 قرشا